أكملت شركة هيدروجين عمان هيدروم الجولة الثانية من المزايدات على أراضي مشاريع الهيدروجين الأخضر بتوقيع اتفاقيات تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض لمشروعين في محافظة ظفار بإجمالي استثمارات تبلغ 11 مليار دولار ليصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين بحلول عام 2030 إلى نحو مليون واربعمائة ألف طن سنويا تمكننا بحمد الله توقيع ثمان اتفاقيات مجمل الاتفاقيات هذه المؤمل أن تنتج ما يقارب 35 جيجاوات من الطاقة الكهربائية المتجددة الرياح والطاقة الشمسية متوقع الإنتاج من الهيدروجين يتجاوز الواحد فاصل أربعة مليون طن هدفنا طبعا بعام 2030 هو الوصول إلى مليون طن عدد شرائح الطاقة الشمسية المتوقع تركيبها لثمان مشاريع التي تم التوقيع عليها يتجاوز الـ 40 مليون شريحة وبالتالي يخلق من السوق العماني سوق واعد لإنتاج وتصنيع شرائح الطاقة الشمسية عدد توربينات الرياح المتوقع تركيبها يتجاوز الـ 2000 توربين أكثر من 650 إلكترولايزز أو مفاعل أو معالج للمياه لإنتاج الهيدروجين كل هذا طبعا يعطينا نوع من الرياحية أن السوق العماني أصبح سوق واعد بما يتعلق باقتصاد الهيدروجين الاتفاقية الأولى تأتي مع تحالف يتألف من شركة كهرباء فرنسا والشركة التابعة لها ADF وشركة الطاقة الكهربائية اليابانية جيباور وشركة يامنا ليميتد وتستهدف إنتاج نحو 178 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر وسيورد إلى مصنع أمونيا المقرر إنشاؤه في المنطقة الحرة بصلالة بسعة تبلغ مليون طن سنويا من الأمونيا الأخضر أما الاتفاقية الثانية فوقعت مع شركتي أكتس وفورتسكي والعالميتين لإنتاج نحو 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا وسيجري بيعه محليا مع تحويله إلى مشتقات أخرى تصدر عبر ميناء صلالة اتفاقية السابعة والثامنة تأتي أيضا في محافظة الضفار أيضا من المكونات التكملية هي استكمال المنظومة باتجاه 20-30 القدرة الوصول لكميات مكافية تعين على بالفعل الحياد الصفري أيضا وجود مفهوم وتعزيز القيمة المضافة والتكاملية بين القطاعات كافة في القدرة على احتضان الكثير من مكونات قيام مثل هذه المشاريع من خلال الشراكات التي تمكنت سلطنة عمان بالفعل من استقطابها الاتلاف اللي احنا عملنا النهاردة هي ما بين 40Q وشركة Actis الإنجليزية الاتلاف ده مضى النهاردة العقد الخاص بتطوير مشروع هيدروجين أخضر في منطقة صلالة المشروع هيبقى يتضمن إنشاء ما قيم حجم 4.5 جيجا وات من الـ Renewable Energy ولإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كل سنة إن شاء الله ومع المشاريع الستة التي يسندت العام الماضي تكون شركة هيدروم قد نجحت في بلغ أهداف الانتاج المرسومة في الاستراتيجية الوطنية لعام 2030 الأمر الذي سيعزز إمكانات سلطنة عمان بين الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030 ترجمة نانسي قنقر